شارك الدكتور عبدالحسين بن عالي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة كمتحدث رئيسي في الندوة الافتراضية التي أقامتها سفارة رليات المتحدة الأمريكية لدى مملكة البحرين بالتعاون مع هيئة الطاقة المستدامة ضمن فعاليات أسبوع استكشف أمريكا 2021 وقدم دكتور ميرزا عرضا مرئيا سلط من خلاله الضوء على مسيرة التحول إلى الطاقة المستدامة في المملكة والإنجازات المهمة التي تحققت معربا عن شكره وامتلانه للدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الطاقة المستدامة من قبل القيادة الرشيدة إيمانا منهم بالتنمية الشاملة وتحقيق التزامات المملكة الوطنية الدولية والإقليمية بما في ذلك الرؤية الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة واستعرض ميرزا آخر المستجدات وأبرز المبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك وناقش عددا من المشاريع ذات المنفع المتبادلة والتي تعزز أواصل التعاون الوطيدة المشتركة بين البحرين والولايات المتحدة في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين